السلام عليكم أخيرا البريد نقصه من 8 وصيل الطلبيات وكذلك سبيداف والتي توصل الطلبية مجانا كيفاش وعلاش شوفوا الفيديو حتى الأخير باش تفهموا أشواقع وواش فعلا البريد غاد يرجع يوصل لمنتوجات مجانا كيف كان سابقا لكن قبل ما بدأوا الشرح كيف العادة ما تنسوش دير وجام الفيديو وبرتجوه مع أصدقاء المهتمين بالمجال إذن على بركة الله من بعد الضجة والهالة الكبيرة اللي وقعت على بريد المغرب والشراء من الخارج واللي لا كنخلصوا على جميع الطلبيات وخاتكون سوية درهم والعديد من الأصدقاء ومن الناس اللي كانوا كيشيروا من على الإكسبرس متنعوا أنهم يخلصوا هاد المبالغ الإضافية اللي كتفرض عليهم البوسطة أو هاد الشركات ديول الشحن وبالتالي سمحوا في المنتجات ديولهم وخلوها في البريد وهاد الشي تسبب في واحد الأزمة داخلية بحيث أنه سلع جمعات على البريد ولو كيعانوا لأنها حصل فيهم وكتحليل منطقي فره السبب الرئيسي علاش نقصوا من 8 60 درهم اللي كانت في الأول ورجعوها 25 درهم هو أن الميجازات اللي كيحطفها سلع عمرات وبالتالي ما عندهم شي بقي فين يضيفوا شي سلع جديدة وهنا غدا يفكروا وغدا يلقوا بأن الحل هو أن الناس تاخد الكوليات ديولها وباش تاخد الناس هاد الكوليات ديولها ضروري أنهم ينقصوا لهم في 8 وهنا نقصه 8 من 60 درهم لـ 25 درهم إذا جميع الطالبيات اللي كانت تختم مع البسطة فأقل حاجة تقدر تخلص عليها هي 25 درهم وما حد 8 ديول الكوليات أو المنتوج كيكون غالي إلا وكتزيد هاد القيمة هذه ماشي بحل كي كان سابقا جميع المنتوجات كتخلص عليهم 60 درهم سواء كان منتوج سوي درهم أو لا سوي 50 درهم وهذه حاجة زوينا ولكن ما تنسوش خوتي فإحنا الهدف الأسمى ديولنا هو أن البسطة ترجع للقانون اللي كانت ديرها سابقا هو أن السلعة ما تاخد عليها حتى شي ريال وبالتالي أي حاجة شريناها من خارج المغرب خصوصا إحنا صحاب علي إكسبريس ما نخلص عليها ولو هنا وهذا هو الطلب ديولنا وانتمنى للناس يوصلهم هذا المساج إذن وكتحليل بسيط لهذه الروينة اللي وقعدها فمن بعد سبيضاف اللي ولله شحن مجاني كيف ذكرت هذا الشي في الفيديو السابق من خلال المعاينة انتعت بعض المنتوجات اللي ولد كتوصل مع سبيضاف ما كان خلص عليها ولو لكن في الغالب إلا كان شي منتوج اللي غالي شي شوية فكتلقى واحد داما رمزي في الشحن تقريبا 25 درهم كي خلصك تخلص عليه هذا الشي بالنسبة للمنتوجات اللي كتكون سوية شي شوية التمن أما بالنسبة للمنتوجات العادية فدائما كتكون مجانية وبالتالي اخترتي سبيضاف غد يوصلك المنتوج حتى الضار ديالك فابور ما غد تضيفت شي فلوس أخرى واللي عجبني بزاف هو أن البسطة كذلك غادية في هذا الطريق أنها ترجع المنتوجات مجانية فإلا رجعنا شي شوية اللور فسبيضاف تايا فاش دخلات كنا كنخلصوا على المنتوجات ديالنا ومن بعد ولاة فابور كيف كتشفوه الآن ولكن هناك بعض الاستثناءات باش ما يجيش شي واحد يقول لي لا أخو يا را وصلتني شي حاجة مع سبيضاف اليوم وخلص عليها فرا كيني نشي سلعة تقطيتها بشي تاريخ قديم وبحراء وصلت وبالتالي ما كينتبقش على هذا القانون الجديد ديال سبيضاف وكذلك ديال البسطة لذلك أخوتي انطلاقا من مشاهدتك لهذا الفيديو فأي منتوج خديته فرا ما بقيش غتخلص عليه 60 درام فغتخلص عليه ابتداءا من 25 درام بنسبة البسطة وكذلك غتجيبوه مجانا بنسبة السبيضاف واللي بغا يعرف اش من طرق انتع الشحن اللي يختار باش يختار سبيضاف وجيه المنتوج مجاني فهو الفيديو قدامكم او اللي غتلقاوه في الوصف ديال هذا الفيديو دخلوه شوفوه فغتلقاوه فيه الطريقة كيفاش نختاروه شحن مع سبيضاف وقبل ما نسأل هذا الفيديو بغيت الاراء ديالكم خوتي حول هذه الخطوات اللي كتشوفو درتهم البسطة وكذلك درتهم سبيضاف بغيت التعاليق ديالكم في الوصف ديال هذا الفيديو باش نقشو هذا الموضوع كعائلة وتكون عندنا واحد الفكرة شاملة اذا خوتي وصلنا نهاية الفيديو الى عجبكم الفيديو ديروا جانب بارتاجه مع اصدقاء المهتمين بالمجال وإلا كانت خوية اختياتي اول زرارة القناة فمن شاشة الاشتراك وتفعيل الجرس باش يصلكم جديد ديالنا اول باول